بسم الله الرحمن الرحيم هنيئا لنا فمنا زايد ومنا محمد بن راشد هو سؤال لا يحتاج لكثير من التفكير أعني حين يسألني أحدهم عن الشخصيات المؤثرة في حياتي أو عن الشخصيات التي استوحيت منها رغبتي في النجاح وقدرتي على الإنجاز عن هذا السؤال أجيبه كما يلي حين تخرجت من جامعة الإمارات بدرجة البكاليوس في الرياضيات وكنت الأول على الدفعة كان لي الشرف بإلقاء كلمة الخرجين أمام أولى هتين الشخصيتين المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه وجزاه الله خير للجزاء في كل ما أنجزته بعد تلك اللحظة على مدى السنوات التالية من حصول عشارة الماجستير والدكتوراه ثم تنقلي في العديد من وظائف الإدارية والقيادية في مؤسسات الدولة أقول في كل ذلك كان زايد رحمه الله بالنسبة لي القدوة الأولى وظلت مسيرة حياته مصدر الإلهام الأول كنت أستوحي من سيرة هذا القائد الاستثنائي الحكمة والصبر والمثابرة والعزيمة والكفاح والإصرار ساعدتني هذه الصفات على تجاوز الصعوبات وتحمل المشقات وتحقيق الطموحات الشخصية المحورية الثانية في حياتي هي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ألهمني سموه برؤيته الثاقبة واستباقه للعصر وتغيراته وعشقه للرقم واحد في مضمار المنافسة بين الأمم وسباق التمييز بين الدول ألهمني سموه بما لديه من عبقرية القيادة وقوة الإرادة وعدم الاعتراف بالمستحيل ألهمني سموه بالشغفة بالإبداع والابتكار وكسر القواعد النمطية والقوالب الجاهزة للعمل الإداري والحكومي ولك في إنشاء وزارات للسعادة والتسامح والذكاء الاصطناعي خير أمثل على ذلك ألهمني سموه بشغفه بالمستقبل وكتابة تاريخ المستقبل وإنشاء متحف المستقبل وتسريع صناعة مستقبل أفضل للأجهر القادمة ألهمني سموه بانتمائه العروبي وغيرته على الأمة العربية وقراره استئناف الحضارة والدور الحضاري لهذه الأمة ألهمني سموه بروحه الإيجابية وطاقته الإيجابية ومبادراته الإنسانية وأخذه على عاتقه مهمة صناعة الأمل الأمر الذي لا نجد مثيلا له لدى أي زعيم عربي أو عالمي ألهمني سموه برؤيته التي تضع المواطن على رأس أولويات الحكومة ألهمني سموه بشدة حرصه على مصلحة المواطن ورفاه المواطن وسعادة المواطن استمع إليه وهو يقول تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن هكذا أرادها زايد نعم هكذا أرادها زايد رحمه الله وهكذا قالها محمد بن راشد حفظه الله هذان بالنسبة لي هما القائدان والقدوتان ومنهما أستوحي رغبة النجاح وأستلهم القدرة للإنجاز مرة أخرى هنيئا لنا فمنا زايد ومنا محمد بن راشد